السرطان بصوا يا جماعة في حاجة مهمة جدا عايز اقولها المولود السرطان وقليلي يا سوري الموضوع ده السرطان لو قرر ان هو يبعد حط في الاعتبار ان هو يبعد عن علاقة مش بيبعد عن العلاقة وهو زعلان او هو تعبان او هو مهموم ما بيبعدش غير وهو فاهم لان اللي بيبعد زعلان بعد كل الفرص وبعد كل الادرق بسه بالزبط يعني عمرك ما تقولي انا زعلت السرطان فهو حيبعد لا السرطان بيبعد وهو فاهم اللي بيبعد وهو فاهم ما بيرجعش اللي بيبعد هو زعلان هو زعلان بيرجع بيرجع بيروح الزعل بيروح الزعل بيتنسي الزعل بيترادة لكن يوم ما بيقرر برج السرطان يبعد عن حياتك هو فهم هو فهم أنك لا تسطح هو فهم أنك لا إيم هو فهم أنك خبيث وفهم بعد دروس كتير وبعد فرص كتير وبعد ردات فعل كتير ما اتخذتش في وقتها فضل يخزن لك ويأجلك ردات فعل وحتيجي لحظة معينة هو بقى عنده خزين مخزون ففي لحظة معينة مش هشوفك أصلي مش هشوفك لأنه مش يفهم مش زعلان قلنا ولي بيمشي فهم ما بيرجعش فارق كبير وأنه كمان خزين لك كتير وخلاص بقى رصيدك لا يسمح بعد كده فحيمش الأسد الأسد بقى ما تقربش من حاجة بتاعته وإنت داخل تتعامل مع أسد تحط في اعتبارك حاجة الأسد ملكية لي لو فكرت أنك تقرب من حاجة الأسد حاجته ملكيته بتاعته أو كرمته أو عزت نفسه أنت كده تحولت الألد الأعداء معي فخلاص الحاجة دي بتاعت الأسد يا جماعة لا بفاك خصوصيته وملكيته لأي حاجة هو بيحملها ما بيفردش فيها بسهولة وبيتهونش فيها بسهولة وحتى لو ملكيته دي أنتو كلكم مش مقتنعين بها يفضل يقنعك يقنعك لغاية ما بيستنزف كل حاجة واندي أذر ساعد برضو أن الأسد حاجته لازم كل بيتعامل مع ما يقربش لأنك حتتقلب معاه فعلاً العدو ولا تعمل عدوة مع الأسد يبنى تكون عدواً للأسد لا عدوته أسد عدوته صعب ملك الغابة وعنده طولز كتيرة بيوظفها ساعة العدوة يعني هوا كوكول حاكم الشمس حيلساعة هي الشمس مش عالطول بتدفي الشمس بتدي ضربة شمس فأوعى تتعتمد إن أنا أعفض أخدتان في الشمس أنا مش عارفة أخد دفع من الشمس لا دي الشمس ليها وجهة آخر لا تناصب للأسد بالعداء بتدي ضربة شمس ولسعة شمس فالأسد على قد ما الشمس بتديله حاجات حلوة جداً بيوظفها بالعكس تماماً ساعة الخلاف والخصام العزراء بص يا جماعة العزراء نعمل نحط إفل اعتبار وإحنا بنتعامل مع العزراء إن عقله لا يتوقف عن التفكير العزراء بيفكر 24 ساعة عشان تريح المكنة دي هو لا ينام لا هو إنت تدخل العزراء هو نايم وإنت حارف تتسحب كده هو نايم إنت بتليبي فكر هو نايم وإنت متوقع إنه هو نايم إيه؟ لو لمس منك العزراء استغلال أو مصلحة إنت روحت ورا الشمس ما تحاولش ولا تستغل ولا تعرف العزراء لمصلحة لإنه حقفشك وحيلقطع لا للاستغلال العزراء ما بيعرفش استغلال وحاجة تانية تحطها في الاعتبار وإنت بتتعامل مع العزراء إنك ما تتعاملش معه وتتنطط عليه يكره جداً إنه إنت بتعامل معاه كده إنت تتنطط علي بتعلي علي بتعود لي في الدور اللي فوق هيعود لك فوق في الروف يعني ما تعليش ما تعليش كل ما هتعلى هيعلى عليك كل ما هتتقالت وتتنطط عليه فبرضو لما تيجي تتعامل مع العزراء صح يا مفيدة؟ صح يا رو معنا كده إحنا كده في التمام تمام تمام اللي عايش تعليك في الدور حيعيش لك في الدور عايش على الخلفوك